اشتركوا في القناة سيد محمود في البداية خليني يعني يديني فكرة عن المشروع بتحضراتكم وبدايته والله فكرة المشروع احنا المشروع شغالين على انتاج الملكات الملقحة ومنتجات النحل بس قبل ما اتكلم عن فكرة المشروع احب اتكلم بس نبزة بسيطة عن قرية حصة شبشير اللي هي القرية بتاعتنا اللي هي مشهورة في العسل والنحل على مستوى الجمهورية مشهورة على مستوى الجمهورية كلنا القرية بتاعتنا يعني ناس كتير جدا يعني الناس الكبار النحلين الكبار بدأوا يعلمونا احنا كنحلين صغيرين تدريجيا لحد ما وصلنا لللي احنا فيه كل واحد منهم كان بادئ من الصفر تمام كل واحد كان بادئ من البداية من الصفر يعني يعني بادئها من تحت خلص لحد ما ربنا كرموا دلوقتي بسم الله ما شاء الله عليهم يعني يعني اصلا في القرية او المكان بتحضراتكم فيه الحاجة دي المجال ده كتير يعني اه قريتنا مشهورة على مستوى الجمهورية مشهورة على مستوى الجمهورية في إنتاج العسل والنحل وتصدير الطرود للسعودية تمام طبعا عندنا ورش كتير شغالة برضو في البوكس اللي هي بتاعت التصدير تصدير النحل عندنا عمالة عمالة كتير جدا ما فيش بطالة عندنا في البلد الحمد لله البلد بتاعتنا متكاتفة متكاتفة جدا كلنا بنقف جنب بعض ايد واحدة ايد واحدة اه تمام فدي كانت نفذة بسيطة المشروع بيعتمد على الأساسي على إنتاج الملكات الملقحة والعذارة يعني ايه ملكات ملقحة؟ ملكات ملقحة يعني ملكات تم تخصبها تمام تم تخصبها تمام عن طريق في منطقة تجمع الزكور تلقيح من الزكر في منطقة تجمع الزكور تمام تمام فأيا دي فكرة المشروع طبعا تشغلين برضو على العذارة الغير مخصبة الملكات الغير مخصبة الملكات الغير مخصبة طبعا بتكون للنحال النحال المستهلك اللي هو بيستخدمها مننا بتبقى فئة معينة النحالين أو المصدرين تمام تمام ولكن النحال أكثر لأن عندنا فيه تصدير للنحل بصفة مستمرة تمام عندنا دايما فيه تصدير تمام فالنحال بيطلع الملكات بتاعت النحل بتاعته تمام فبالتالي بياخد مكانها عزارة في الوقت اللي بيكون فيه موسم كويس للتلقيح جو مناسب مفيش وروار الدنيا كويسة فبيبدأ ياخد ملكات غير ملقحة طيب لو رحنا لدورة النحل أو دورة حياة النحل لو هتكلمنا عنها لو هتكلم عن دورة حياة النحل باختصار وهم أعمال طائفة النحل تمام باختصار دورة حياة النحل بتبدأ من البيضة ايوة تمام الملكة طبعا بعد ما بتخصب هي الملكة اللي بت اه الملكة هي أساس الخلية ملكة أساس الخلية تمام تمام بتبيض في البرواز بعد مرحلة البيض بتبدأ مرحلة اليرقة 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 تمام اللي هي بعد 3 أيام بتبدأ اليرقة بتعود من 7 أيام ايوة لـ 8 أيام تمام بعد كده تبدأ بقى فترة الحضنة بعد كده النحلة النحلة بتبدأ تطلع بعد 21 يوم فترت فترتها من يرقة من بيضة لحد ما تخرج اه طيب ازاي بتنتج ملكات النحل وهمية الملكة في الخلية انتاج ملكات النحل أول حاجة بعملها ان انا بختار السلالة اللي انا اشتغل بيها تمام يعني باجي النحل أهم نقطة السلالة سلازم السلالة اه بنزل مثلا وليكنوا احنا طبعا الحمد لله بنحاول ان احنا بنجتهد ان احنا ميبس افضل السلالات ممكن تعلمنا ايه والله الصورة اللي فاتت ده صوت الاعلام بتاعتنا الصورة اللي هنا على يمين حضرتك ايه دي ايه بقى ايه اللي هنا ده ده خلي ايه 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 دي ايه ده ده المنحة ده مكان اه مكان مؤسسة من ضمن ايه الحاجة اللي انت كنت مسكة في دي برواز حضنة مفتوح تمام وبرواز فاضي وبنزل العزرة بتاعتي العزرة المنتخبة اللي انا اه يعني بنقيها من من انضف خلايا موجودة عندي في النحل سلالات نقية تمام وببدأ طعم منها طيب نرجع لنقطة الملكات النحل طيب ممكن تكلمنا باستفادة عن الملكة دورها ايه اكتر في الخلية هي ملكة النحل هي الام هي اللي بتضع البيض هي المسؤولة عن كل حاجة في الخلية تمام تمام انا حابب بس اتكلم عن ازاي ان انا بنتج الملكة ازاي ان انا بنتج الملكة اتاج الملكة نفسها قبل اه قبل الملكة الملكة بتمتج الملكة الغير ملقاحة لان في ناس كتير جدا اه نحلين كبار اه برضو لسه يعني النقطة دي في حاجات نقصاهم في الحتة دي تمام اه طبعا يعني ناس كتير على دماغنا وهي اللي معلمانا أصلا المهنة دي تمام بس لو حاجة بسيطة اقدر ان انا افيد بها حد فهتكلم فيها يعني طيب اول حاجة اول حاجة اول حاجة بنعملها ان احنا بنيجي اه نيجي على خلية كويسة بنيتمها تمام تمام هي عدة طرق لها تلات طرق بس انا باختصار هنقول طرقتين مثلا باجي على خلية كويسة معايا فبيتم الخلية دي ازاي بيتمها ان انا بنزع منها الملكة باخد منها نواية برواز حضنة تمام وبرواز عسل ويتم الخلية واقف على برواز مفتوح وبرواز مقفول وبرواز حبوب لقاح وعسل وبعد كده بنزل برواز التطعيم الكلام اللي انا بتكلمه ده انا بكلم اخوي النحال هو فاهمني فاهم انا بقول ايه طب لو حابين نشرح بقى المشاهد البسيط اللي عايزي تعلمنا حضرتك المشاهد البسيط ممكن نشرح له حاجات بسيطة اللي هو مثلا الطائفة بتتكون من ايه حاجات يقدر يفهمها لان هو دلوقتي لسه يعني الحاجة دي مش يفهمها دلوقتي لازم نفاهمه الاول الخلية هل السلالات بتفرق مع حضرتك في الانتاج اه طبعا ما لسه بقول لحضرتك دلوقتي ان السلالة مهمة جدا اه طبعا في انواع سلالات ايطالي باكافاست كرينيولي فكل سلالة لها مميزات طب اكتر سلالة اثبتت ويعني وجودها مع حضرتك في المنح والله بالنسبة للسلالات يعني اللي شغالين بهم في مصر كرينيولي باكافاست ايطالي التلاتة بسم الله ما شاء الله يعني انت جربت التلاته شغالين عليهم وبنهاجم وبنهاجم منهم يعني شغالerna ومشاء الله يعني طيب يعني ازاي اعرف الفرق بين العسل السؤال ده منتشر كتير جدا وبيتسئل لناس كتير ازاي اعرف العسل الفرق تفضبتيني في العسل وانا لسه في عندي كلام كتير في ايه بقى افعالي نقطة انا عندي كلام كتير في الملكات عندي كلام كتير. اتفضل اتفضل انا نفس افيد الاخوية النحال نفس اتكلم. عايز تتكلم في نقطة. وفي حاجة انا نسيت اتكلم فيها انا انا في اتنين شركة معايا. ايوة. اخوية احمن الاليوبي. اخوية امام مكة. اه. تمام. هم معايا في المؤسسة. ايوة. كل واحد ليه دور بيقوم بيه. تمام. لاننا مش شغالين مش شغالين على العسل بس ولا الملكات بس. شغالين عسل وملكات. اه وغزاء ملكات. يعني كل واحد ليه دور بيقوم بفي المؤسسة بحيث ان احنا. تمام. نفضل نتقدم لقدامي. طيب لو هتنصح العايز يدخل في المجال ده. انت بخبرتك. اللي هو نحال. تقول له ايه بقى. والله لو هو لسه يعني لسه ما يعرفش حاجة عن المهنة. اول حاجة انصحه ان هو يتعلم. تمام. اننا احنا اتمرمطنا في الشغلنا دي. لازم يتعلم كويس. اه يعني مثلا يجيب خلية يجيب خليتين. يتعلم فيهم كويس. يعرف يعني ايه ملكة. يعني ايه النحل يعني ايه شغالة يعني ايه عاملة. يعرف الدكة. يعرف كل حاجة في الخلية. تمام. اه يعرف الامراض. امراض النحل ايه. اه يعرف علاجات الامراض ايه. اهم حاجة اهم نقطة أساسية في النحال أو في اللي بيأثر على النحال المكان المفروض اختيار المكان المناسب يعني ما روحش أود النحل في يعني أول نقطة أنه هو ينزل يشتغل ياخد الخبرة ياخد الخبرة يختار المكان المناسب المكان المناسب اللي هو هيشتغل فيه هيحط النحل فيه تمام ما ينفعش أن أنا أروح أرمي النحل مثلا في صحرا وارجع أقول للنحل ما بيجيبش الملكات ما ينفعش برضو أن أنا الملكات بتاعتي تبقى قديمة عندي قعدة 3-4 سنين وما غيرتاش تمام لان طبعا الملكة الجديدة بتفرق عمرها لسه صغير تمام بتفرد بوية في الخلية فبيبقى شغلها افضل الانتاج بتاع العسل بتاعها بيكون افضل انتاج الطرود بيكون افضل طيب لو لو هو خلاص خاد الخبرة اختر المكان وبيقي زي حضرتك مثلا عنده الخبرة الكافة وشجار ونحال زي حضرتك هتفيده بايه ما هو اللي انا اللي انا بقول لحضرتك ان انا ممكن اخويا النحال اللي اقدر افيده دلوقتي هو احنا عمتا دلوقتي يعني لحد النهاردة كلنا بنتعلم تأكيد طبعا وهموت نقصين علام كمان يعني المجال ده بالذات واسع جدا اي مجال في الدنيا المجال ده بالذات واسع جدا ومعليش لو اي حد عنده اي معلومة حتى لو لسه مبتدئ وانا شايف ان هي هتفيدني في حاجة لا مش عيب ان انا اتكلم معاه فيها او ان انا اسأله في حاجة او هو يسألني ففي دايما تبادل اراء في المجال ده بالذات في جروب دكتور النصر باسيوني عامله جروب النحالين ما شاء الله عليه جميع النحالين على مستوى الجمهورية بنستفاد منه كتير حاجة يعني كويسة جدا بنعرض عليه منتجات بيتعرض عليه جميع المنتجات للتصدير الكلام ده فيعني ما شاء الله بنستفاد من المجروب ده جدا فانا نرجع نرجع لحتة انت برضو عايزت انت دايما بتاخدني في حتة كده لا انا عايزك تفيد النحالي لزيح حضرتك دي النقطة انت عايز تتكلم فيها فاتفضل تتكلم فيها باستفادة طيب تمام انا كنت حابب بس اتكلم عن التطعيم التطعيم اللي هو فيه ناس كتير لحد النهاردة ما تعرفش يعني ايه التطعيم تمام التطعيم الصناعي اللي هو ان انا بطعم بايدي فيه تطعيم عن طريق جهاز جنتر وفيه التطعيم اليدوي وانا بفضل طبعا التطعيم اليدوي تمام غير طبعا اللهم صلى على النبي انتاج الملكات برضو عن طريق البيوت ان انا بسيب الخلية تربي عن طريق التربية تمام الخلية تربي وتطلع الملكة بتاعتها بس طبعا ده بيبقى فيها مشكلة لان النحل بيربي على يرقات عمر كبير تمام فبالتالي الملكة هتطلع غير مخصبة مش هتخصب كويس تمام غير مكتملة غير مكتملة النمو تمام وفيه برضو ملكة الاحلال بس ملكة الاحلال بتكون كويسة جدا لانها النحل بيربي على يرقات صغيرة تمام تمام طيب لو فيه صور كده ممكن يعرضه لنا الاعداد طيب ايه دي بقى نعود تعقب حضروفك فانا عايز اكمل الكلام اللي انا بتكلم فيه طيب استعز الاعداد نعجل الصور شوية تفضل معليشي تفضل خلينا بس نتكلم في النقطة اللي انا ماشي فيها تمام تفضل معليشي باختصار تاني نرجع تاني الموضوع التطعيم احنا قلنا هنختار خلية في النحل خلية تكون عدد الشغلات فيها كبير بكمية كبيرة هوقف على برواز حضن مفتوح وبرواز حضن مقفول وبرواز عسل تمام بعد كده هنزل البرواز التطعيم بتاعي البرواز التطعيم طبعا يا جماعة لازم احط فيه احط في الكقوس كقوس الشمعية سواء كانت الكقوس الشمعية او الكقوس البلاستيك بحط فيها مية واسيبه في الخلية لمدة يوم الخلية اللي انا يتمتها تمام وبرجع تاني معلش انا عارف ان انت ممكن تكون مش لا لا اتفضل 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 انت بوجه كلامك للناس اه للنحلين تمام يعني فئة كبيرة جدا للوقت على مستوى الجمهورية تمام فبنحط البرواز في الخلية اللي احنا يتمناها لمدة يوم ونيجي تاني يوم نطعم نطعم الخلية طبعا زي ما احنا اتفقنا ان احنا اهم حاجة ان احنا نختار السلالة السلالة كويسة اللي احنا عن طريق حضنتها كويسة غير ميالة ما تبقاش ميالة للتطريد لانها هتحمل نفس صفات الام لو انا طعمت منها وهي كمان هتعتيجي ميالة للتطريد فطبعا بنا تلاشى اللي هي الميالة للتطريد يعني انتاجها في العسل يكون كويس تمام وبعد كده نبدأ نجيب منها برواز مفتوح تمام عمر يوم يرقات عمر يوم وابدأ اطعم منك طيب يعني معلش يعني ما بقاش اليرقات دي يدوبك ما بقاش شعيفة كده شعيفة أنا بالعافية ليه؟ عشان الملكات عشان الملكات تطلع كويسة الملكات تطلع حجمها كويس ملكات تبقى متمائزة في شغلها تمام والنحال يطرد منها طيب معلومات قائمة جدا وأكيد أكيد كل اللي بتفرجوا علينا أن حالين أو المشاهد العادي أكيد استفادوا من حضرتك يعني اتكلمت في كذا نقطة في الموضوع وإن شاء الله يبقى لينا حلقات تانية كتير يعني يتسع أكتر في الموضوع يعني أشكر حضرتك جدا وأشكركم مشاهدين الكرام وللأسف وقت حلقتنا انتهى ويريت الحلقة تكون نالت أعجاب حضرتكم ويريت تبعت لنا على بيتش البرنامج ما شكر لكم مقترحاتكم أي حاجة عايزين نتكلم فيها في الحلقات الجاية وإن شاء الله ينتقل في حلقة جديدة من برنامج ابن مصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته